وإلتقى الرئيس فيه مع رئيس شركة التكريك البلجيكية جون دونول للتعاون في مجال تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية خصوصا على البحر المتوسط طيب الاجتماع تاني كان مع رئيس شركة جون كوكرال بودو شركة بلجيكة بطبيعة الحال للصناعات الدفاعية لبحث التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مش استيراد الأسلحة ودمتم الاجتماع الرابع كان مع ثلاث رؤساء شركات بلجيكية هي شركة دامي لأعمال التكريك وشركة ميناء أنتريب فلوسكس وده كان بهدف متابعة التعاون في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر لتوليد الطاقة في إطار خطة مصر الاتجاه للطاقة الخضراء طيب قبل ما خشت لك على الجانب السياسي هو أنت تتصور أن كل هذه الاجتماعات الاقتصادية والاستثمارية ينفع أصلا تتعمل تتعمل لو ما كانش الاقتصاد المصري زي الفل زي الفلين ثلاثة كده يعني إن لم يكن اقتصادا مستقرا قويا متينا صاعدا وده المهم اقتصادا قويا أو مستقرا قويا متينا صاعدا الناس دي ما كانتش هتقعد تتناقش معنا في حاجة يعني قالوا أن ما كناش إحنا هنطلب مناقشتهم في حاجة ولا هم هيطلبوا يحضروا اجتماعات مع الرئيس في حاجة لكن الناس دي عارفة الوضع الاقتصادي المصري تلت وامتلت ومقبلين عليه وده المهم عارفة ميجي يقولك في حاجة كده في القصة يقولك تكلفة الفرصة البديلة طيب في الاستثمار تكلفة الفرصة البديلة دي مثل نجي نعكسها على مصر هو إيه الفرصة البديلة عن مصر تكلفتها قد إيه تكلفة باهزة التكلفة بتاعة الاستثمار البديل في دول أخرى عن مصر باهزة جدا في تكلفة الطاقة باهزة جدا في تكلفة الطرق باهزة جدا في تكلفة البنية الأساسية بشكل عام باهزة جدا في تكلفة العمالة بشكل عام مش بس العامل الجادة على الوسطة اللي وقف على الماكنة الكل التكلفة بتاعت مصر شديدة الجاذبية لأي مستثمر عربي كان، إفريقي كان، أجنبي خواجة كان فالناس دي ما بتهزرش الناس دي الفلوس بالنسبة لها بابا وماما وأنوار واجدي عارف لو شيلت أنوار واجدي يقولك لا تشيل بابا؟ لا تشيل ماما؟ لا هو السلسي كده ما بيهزروش فعشان كده أنا بيقولك أنا فعلا متطمن بالسعيد فرحان